السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايب امي في فيديو جديد على قناتي مضخ ايمان عاطف. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي بالقناة استفيد جدا. ويا ريت تفعلي اول جرز علشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة مني. النهاردة هنعمل الطبق اللذيذ المشاهدة. هتكلي منه وكمان هتخصي. ليه? لان هو هيقعد فترة طويلة في معدتك يعني مش بيتهدم بسرعة فهيحسسك دايما بالشبع. آآ مش هتكلي كتير بعدها. هتعودي فترة طويلة بعد الفطر ده يعني مش هتجوعي. لان هو كله مكونات آآ مفيدة ومغزية لصحتنا. وممكن كمان نفطر منه ولادنا عادي. يلا مع بعض نشوف الطريقة عايز الليك للفيديو. هنجيب الشوفان كامل الحبة هناخد منه اربع معالق كبار. وهنجيب دقيق الشوفان هيخد منه معلقتين كبار. وممكن بداء اللي بقى للديق الشوفان لو فيه شوفان تاني اللي هو بيبقى تحس ان هو مش كامل الحبة تحس ان هو مطحون نص طحنة كده. ممكن تستخدمه بديل دقيق الشوفان. هيخد كمان كباية وربع من اللبن وممكن لبن جوز هند او لبن لوز او نصهم مية ونصهم لبن المهم كباية وربع. هحط رشة ارفة. طبعا الارفة بتنزم سكر الدم. هقلب كل الكلام ده على النار. لحد ما يغلي هلاقي القوام دلوقتي هتشوفوه عامل ازاي. هيبقى القوام كريمي وناعم قوي. وده طبعا بسبب ان احنا ضفناها دقيق الشوفان. اول ما يغلي هنروح طفين عليه على طول. لما هيغلي طبعا هنلاقيه تقل. هتشوفو دلوقتي. تمام? اهو بيغلي. والقوام تقل. لما كمان هيبرط شوية هلاقيه تقل زيادة. هطفي دلوقتي اول ما غلي كده هطفي. وهجيب موزة هيخد نصها. اخرطها عليه وهو سخن كده. علشان الحرارة بتاعت الخليط تخليلي الموز يعني يخش شوية في السوى ويطلع السكر بتاعه لان انا مش هحط عسل ولا سكر طبعا. ممكن بدل الموز تحطوا اي حاجة بتحبوها. يعني طفاح طمر اه اي حاجة يعني اه صحية ومغزية في نفس الوقت بدل السكر وبدل العسل. بعد ما اه ضفت الموزة هو وقلبته نص الموزة حطيته بقى في في الطبق كده وهياخد نص الموزة اللي تبقى وهخرطه كده على الطبق ممكن تحطه كمان مكسرات يعني لوز او عين جمل او اي مكسرات بتحبوها. ودلوقتي كمان هحط معلقة من زبدة الفول السوداني او زبدة اللوز. لو ما عندكيش زبدة فول سوداني او زبدة لوز ممكن آآ تضيفي عسل بسيط او دبس طمر. وده الطبق بتاعنا. لزيز قوي. انا اكلت آآ تقريبا ربع وشباعت جدا وفضلت طول النهار شابعنا. وطبعا الباقي ما شاء الله عجب الولاد والشفا. اتمنى الفيديو يعجبكم. وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوا بالكم. انا بحط في شاشات النهية فيديوهات مقترحة. آآ شوفوها هتعجبكم. باي باي.